نبات البنتس هنتكلم عن كافية زراعة نبات البنتس والمعادة المناسب وترك الزراعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة تعليم تقاصر نباتات الزينة ان شاء الله معنا فيديو النهاردة عن نوع من عنواع التقاصر هنتكلم عن كافية اقصار نبات البنتس في المشتن عن طريق القصق بالطرفية فيه الوان كثيرة من نبات البنتس نبات البنتس فيه الاصفر والاحمر فيه الوان كثيرة من نبات البنتس هنتكلم عن كافية الزراع وكله يزرع بطريقة واحدة طريقة القصص هي طريقة عن طريق القصص بالطرفية اللي هي شوششة النبات فقط يعني باخد شوششة النبات وممكن ااخد جزء من العقلة الوسطية لو هي طريقة معايا لو عقلة خشبية ما باخدهاش طريقة القصص نبات البنتس قدامنا نقوم من تحت البورام ونسيب حوالي ميلي ونقوم على الظهور وننزلها علشان بخار الحضانة ينشف للظهور ثم نقوم بزيارة stopped ممكن أن نعمله على ثلاث سوء البرع من الأولاني نضعه في التربة الثانية ونستخدم كيس خمسة ثم بعد ذلك تعمل عليه عملية حضانة مدة التقدير من 25 يوم إلى 30 يوم العولة الوساطية التي نتحدث عنها تحت الطرفية هذه العولة الوساطية التي هي الخشبية يجب أن تكون لينة معي لو هي خشبية خالص وصلبة لا يزرح لكي يجب أن نشف معي معادة زرعة من شهر 5 إلى شهر 10 عن طريق القصب الطرفية في فصل الشتاء نقص عقلة وقص طرفية في فصل الشتاء في نهاية شهر 12 ونهاية شهر 1 يعني مدة الإقصار عن طريق القصب العقل في الشتاء نهاية شهر 12 إلى نهاية شهر 1 ممكن أقص في شهر 2 ممكن أقص في شهر 2 لحد منتصف 2 وبعد كده ما بقص بالعولة الوساطية تانية بس تنى اللي النبات يطلع لطلق جديد أو خارج جديد زي مواضح معي كده وبقص الخارج الجديد هو الخارج الجديد دي اللي بيشتغل معي يتم رأي الحود بالمياه غمر ويتم الزراعة عندها جفاف التربة يعني بنص ساعة يتم الزراعة طريقة زراعة نبات البنتس بعد الراي بنص ساعة يعني عندها جفاف الزراعة زي مواضح معنا كده بس أنا لما الكيس بيجف وبتم عملية الزراعة لازم أن أغرز البرعم الأولاني في التربة الثانية يعني بغطيه بالتربة الثانية لأن الجدور بتخرج من البرعم الأولاني وبعد الانتهاء من عملية الزراعة بعمل عليها الحضانة البلاستيك الأبعد الشفاف وعليها نسبة ضلة خفيفة اللي هي الحسر اللي احنا بنتكلم عليها مدة التقدير مدة التقدير تراوح من خمسة وعشرين يوم الى ثلاثين يوم دي مدة التقدير طرق الرعاية وطرق الاهتمام عند التقدير يتم فتح أبواب الحضانة ويتم رأي النبات ثم بعد ذلك يتم سيل البلاستيك بعد ثلاثة أيام ثم واضح نسبة ضلة خفيفة المدة التلاثة يوم ويعرض النبات للشمس المباشرة عادي هذه الحضانة اللي احنا نتكلم عليها بتم مقفولة تماما من جميع الاتجاهات كده زي مواضح معنا كده وبعد كده بنحط عليها نسبة ضلة خفيفة اللي هي الحسر اللي انا بتكلم عليها الحسر دي نسبة ضلة خفيفة تمنى ان نكون الشرح نال اعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل علامة الجرس ليصلك ما هو جديد من فيديوهاتنا في تعليم تكاثر نباتات الزينة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة